موسيقى السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم مشاهدين الكرام في نصات الاخبار من قناة المرابطون وتتابعون فيها تمديد جلسات الحوار الوطني ثلاثة ايام اضافية وقيادات في المعارضة المشاركة تبدي تدمرها من عدم جدية الحوار المعارضة المقاطعة تعلن عزمها التحرك وتشدد على استنكارها لتصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة حول مشروعية تغيير الدستور الانتخابات في المغرب تنافي تنافس سياسي واسع على موقع الصدارة بين الاحزاب في ثاني انتخابات تجرى في ظل دستور 2011 ألا بكم إلى تفاصيل النشرة مددت اللجنة المشرفة على الحوار الوطني الشامل الجاري بقصر المتمرات جلسات الورجات لثلاثة ايام اضافية وجاء التمديد بعد اتفاق الاطراف المشاركة في الحوار على ان يكون الختام الخميس المقبل الموافق للثالث عشر من الشهر الجاري المزيد في هذا التقرير لجنة الاشراف على الحوار الشامل الجاري بقصر المؤتمرات تمدده لثلاثة ايام اضافية من اجل التوافق حول حزمة من النقاط ما زال النقاش جاريا حولها وقالت اللجنة ان هذا التمديد جاء بعد اتفاق جميع المشاركين في الحوار بهدف النقاش حول مواضيع لم يتم الحسم فيها وقد شهدت بعض الورشات نقاشات ساخنة حد التوقف قبل الوقت المحدد لها نتيجة مستوى التباين بين المشاركين ويرى بعض المشاركين ان الحوار مبدأ يجب الالتزام به لكونه الطريق الوحيد لتحسين الديمقراطية في البلاد الرغبة في حل المشاكل المطروحة للبلد هي الدافع للمشاركة في الحوار على حد تعبير جل المشاركين كما يعرج بعض الساسع على اسبقية مشاركتهم في الحوار وجهودهم في انجاحه رغم مقاطعة طيف عريض من المعارضة الموريتانية وبحسب بعض المعلومات غير رسمية فقد اتفق المتحاولون على بعض النقاط من بينها إلغاء مجلس الشيوخ وإنشاء مجالس جهوية محلية كما تم الاتفاق على إنشاء محكمة دستورية بصلاحيات موسعة وزيادة السن القانونية للترشح وتفيد المعلومات غير رسمية أنه تم تجاهل البت في عدد المأموريات الرئاسية باعتبارها من غير النقاط المدرجة للنقاش كما تم تجاهل المطالب بتغيير شكل العلم والنشيد الوطنيين ويرى مراقبون أن الدستور بشكله ما قبل الحوار الشامل يلبي تطلعات الموريتانيين وأن الخلل كامل في عدم تطبيقه وليس في مواده وكان منتدى المعارضة وحزب التكتل المعارضين قد أعلن أن ما يجري ليس حوارا شاملا وإنما هو حوار نظام لنفسه النطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية كان قد أعلن في مؤتمره الصحفي الأخير أعلن تعديل الدستوري بشأن المؤموريات الرئاسية من بين النقاط المطروحات للنقاش في الحوار إعلان الرأى في حزب الوآم الديمقراطي عدم شدية الحكومة في الحوار وأن تصريح الناطق الرسمي بشأن المؤموريات أربك المتحاورين محملا للحكومة أي فشل للحوار ومعنا للتعليق على هذا الموضوع أحمد ولنداري قيادة بحزب التحالف الوطنية الديمقراطية المعارضة المشارك في الحوار أهلا وسهلا أهلا وسهلا يعني تمديد جديد للحوار الذي انطلق مرتبكا في الأساس ويشهد خلال أيام ماضية نقاشات ساخنة يعني ما دوافع هذا التمديد وأنتم هناك بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبيه الكريم في الحقيقة هذا التمديد دوافعه بالأساس هي أن النقاشات في الجلسات كانت نقاشات جدية وكانت في بعض الأحيان صاخبة وقوية وهناك مواضيع لم يتم التطرق لها بشكل كافي بالتالي نبعت هذه المطالبة أولا من داخل القاعات ثم كان هناك حديث عن التحاق أطراف جديدة بالحوار لم تكن من الأطراف التي دخلت الحوار في البداية هذه هي الدواعي الأساسية إلى التمديد ربما هناك أيضا مسائل لم يتم التوافق عليها كثيرة وحصل أن أطرافها جديدة فعلا شراكت في الحوار هناك حديث لم يتأكد بعد بشكل رسمي هناك حديث عن التحاق أطراف جديدة لا أستطيع أن أسمي لك تلك الأطراف ولكن هي موجودة مجرد حديث في النهاية حتى الآن لا أستطيع التأكيد بشكل رسمي لست مخولا لذلك حزبكم انتقد بشدة الطروحات المتعلقة بالمؤمورية الثالثة هل فاجأكم ما منع المقاطعين من المشاركة في الحوار؟ في الحقيقة تفاجأنا بطرح هذه القضية التي ليست على جدول الأعمال تحديدا في اليوم الثاني من قبل بعض أنصار الأحزاب الأغلبية وآن إذن قمنا بالرد عليهم وقمنا بالإحتجاج بشدة على هذا الموضوع وتوقفت الجلسة ثم تم استئنافها بناء على اتفاق على أن يتم تعليق الحديث في قضية المؤموريات وفي قضية سن الترشح التي لم يحسن فيها بعد كل المسألتين علقت واجلت إلى جانب المسمى طيب الحزب الحاكم حزب الاتحاد مؤجر جمهورية طرح في وثيقة قوية تصورا شاملا لمعالم دستور جديد ووزير الثقافة عاد من جديد حديثه حول مشروعية نسف الدستور الحالي بالإرادة الشعبية يعني كما يقولون كيف تنظرون لهذه الخطوات؟ في الحقيقة نحن ندين بشدة تصريحات الوزير هي تصريحات مستفئزة للغاية تصريحات الناطق الرسمي لأنه أصلا ليس من المعنيين بالحوار وليس من برنامج الحكومة أن تتحدث عن حوار ما زالت أطرافه مجتمعة بالتالي حديثه أربكة حسابات المتحاورين خصوصا أنه تحدث عن قضية غير مجدولة أصلا وحاول أن يحسم فيها الجديد على الشعب الموريتاني في الحقيقة هو هذه الدرجة من التملق والدرجة من الابتذال السياسي التي تجعل وزيرا من هذا المستوى يصل إلى أن يطرح قضية المأمورية على أنها جديدة على الشعب الموريتاني ليست جديدة على الشعب الموريتاني الشعب الموريتاني يذهب في مسار ديمقراطي معين ويريد لقيم الجمهورية أن تستمر وللتناوب السلمي أن يتعزز بالتالي هذه التصريحات خارج السياق وليست ندينها بشدة وندين هذا التدخل في عمل المتحاورين وهذا ينم عن نية سيئة لم نكن نحسب أنها ستوجد لدى طيب هل أصبح من نسبة لكم مقاطعة الطرف المعارضة منطقية الآن؟ لا أرى الأعمال بالخواتيم نحن حتى الآن لا نستطيع أن نحكم لأن هناك مؤشرات إيجابية من ضمنها مثلا كان هناك توازن في الورشات مقررين للمعارضة ومقررين للمعارضة ومقررين نظام الرئيس نعم في كل اللجان المعارضة موجودة بقوة لذلك لا نستطيع الحكم حتى الآن لكن هذه المؤشرات لا تبشر بالخير أبدا ربما تؤدي إلى نصف الحوار نهائيا خصوصا هذا التأييد للمأموريات الغير مطروحة أصلا على جدو الأعمال حزب التعامل الجمهورية أصطر وثيقة يمكن أن نقول بأنها ليست مجرد اقتراح تعدين ما دستور ربما تكون دستور بأكمله هل طلعتم على هذه الوثيقة؟ طلعت على أجزاء من هذه الوثيقة لكن أنا أصلا غير معني بهذه الوثيقة لأن هذه الوثيقة قسمها الحزب على أنصاره وأنا لست من أنصار الحزب الحاكم ولا من أنصار الأغلبية تقديمه في الورشات ليس قانونية ولكن قدمها لأغلبيته ونحن نسر معني بهذه الورشات الوثيقة لا تغير شيء؟ الوثيقة لا تغير شيء لأن أساسا كل المسائل التي سيتم الاتفاق عليها تحتاج إلى تعديلات دستورية ستطرح على الشعب المسائل أيضا التي لن يتم الاتفاق عليها ستطرح على الشعب أعتقد أنه قضية تغيير العالم وتغيير النشيد في نهاية هي وثيقة وثيقة الحزب الحاكم الحزب هو الحزب الحاكم كما هو معروف وقدم وثيقة وفيها تصور للدستور جديد نهائيا ويصف حتى بأنها وثيقة تمهد لذهاب إلى ما أسماه جمهورية ثالثة ووثيقة من حزب حاكم الحزب الحاكم ليس له أن يتلاعب بالدستور ولا أن يغير الدستور هكذا بهذه البساطة المواد المحصنة دستوريا أصلا تغييرها يعني إسقاط الدستور بالكامل بالتالي هي ليست مطروحة أصلا لنقاش وليست ضمن جدول الأعمال وليست في الوثيقة التي اتفقت عليها الأطراف من يطرح هذه القضية يريد أن ينسي في الحوار وأنا أستغرب أنه بعض أنصار الأغلبية للأسف شديد في بعض الأحيان هم من يعرقلون سير الحوار بطرحهم لهذه النوع من المواضيع الغير موجودة على جدول الأعمال لا تبدو موضوعية لا تبدو موضوعية لأن الأطراف اتفقت على وثيقة معينة ما في هذه الوثيقة يمكن طرحه من ضمنه النشيد والعلم ولكن طرحهم لا يعني تغييرهم حتى تركيز المسؤوليات في اختريحون مادة تركيز كل المسؤوليات في رئيس الجمهوري نحن عدنا من الاستبداد بالصعوبة بدأنا في بعض المسائل الديمقراطية وهم يريدون إعادتنا إلى الوراء يريدون إعادتنا إلى المادة 28 التي كانت في عهد الرئيس والطائع التي كانت تقون يتم إعادة انتخاب رئيس الجمهورية والفترة مفتوحة ثلاث مرات وخمس مرات وعشر مرات إلى ما لا نهاية يعني يريدون إعادة البلد إلى المادة هم يقترحون حتى أن الرئيس لا يمثل أمامها قضائية طبعا هناك تكريز شديد أنا حقيقة أستغرب طرح هذه القضية ولكن أحمل أيضا الطرف الغائب المسؤولي عن كل ما سيحصل لأن معارض المقاطعة كان من الأفضل أن تتواجد هي ربما لترى هذا لا ترى من بعيد تتفرج كأنها مسرحية هذا مستقبل طيب كيف تتصورون معارم التغييرات التي سيمارسها لهذا الحوار الجاري على مجمل الحقل السياسي البعض يصبه بالجمهورية الثالثة كما أشرت لك قبل قليل والبعض يعتبره تجريفا للحقل لنسف التعددية كما أشرت أنت القائمة منذ التسعينات وتعزيز النظام الفردي ما ترون أنتم بإزاء هذه الطروحات شوف أحنا أطرحتنا واضحة دخلنا هذا الحوار شوفت شعب الموريتاني لا يريد مقاطعة لا يريد القطيعة لا يريد القطيعة بين مكوناته السياسية ست سنوات من القطيعة ما الذي قدمته لنا قدمت لنا تقريبا برلمان بهيمنة خط واحد وعادتنا إلى الوراء لذلك نحن نرى أنه من مصلحة شعب الموريتاني أن تحضر كل مكوناته لهذا الحوار هذا رؤيتنا الشخصية رؤيتنا الخاصة في حزب التحالف الوطني الديمقراطي الأخوة في المعارضة يرون أن المقاطعة أجدى ونحن نرى أن المقاطعة أنه كان بإمكانهم الحضور ليكون الحوار مكتملا وتناقش كل المسائل وليس بالضرورة أنهم يحضرون أنه يتم تشريع بهم لمأمورية ثالثة هذا كلام أعتقد أنه عاري من الصحة وهروب من المسؤولية لا هم يرون أنها مسرحية لا هروب من المسؤولية هم أصلا لم يحضروا لهذا الحوار كيف تحكم على شيء لم تحضر إليه لم تحضر إليه من البداية حجتهم حسب ما يقولون عندما نقابلهم أنهم جربوا أكثر من مرة ليست مرة حاوروا معه سابقا ولم يلتزم بشكل مرة طيب هم عندما حاوروا جربوا أكثر من مرة عندما حاوروا لم نقول نحن بأنهم خونا ولم نقول بأن النظام يتحاور مع نفسه كان بإمكاننا أن نقول نفس شيء ليسوا مؤهلين للحكم على حوار لم يحضروا لو حضروا للجلسات العرفوا أن الحوار جدي أنت الآن تنتقد الكثير مما يحصل في هذا الحوار أنت نفسك الآن تعترض على الأشياء كثيرة طبعا أنا اعترضت على أشياء غير إيجابية لكن هذا لا يعني لكن هذا لا يعني أنه لا توجد أشياء إيجابية طيب وفي نقطة أخرى البعض أيضا خلال هذه الجلسات يعني دعا إلى الملكية الدستورية كما يقول وفي وثقة الحزب الحاكم في تفاصيل شغور المنصب ذمت ما يشبه العزم على التوريث أو تهيئة أرضية للتوريث وأنت طلعت على أجزاء من الوثيقة ورأيت تلك الأشياء أنا أعتقد أن هذا كلام هذا الكلام خارج السياق مطالبة موجودة الحديث عن ملكية الحديث عن ملكية لا يستحق أصلا الرد هذا تهريج وكلام خارج السياق أنا لست معنيا بالرد على مثل هذه التفاهات والمساعدة ولكن فيما يتعلق بالحزب الأغلبي أنا لست هنا موثلة الأغلبية رأيتك تركز على طرح الأسئلة التي تمثل الحزب الحاكم أنا لست هنا للحديث عن الحزب الحاكم أنا تعدد عن حزبي دخلنا هذا بناء على أن يقوم إصلاح لمؤسسات التي ستبقى للشعب الموريتاني لأننا نرى أن الساسة يذهبون والحكام يتغيرون ولكن ما يبقى هو المؤسسات عندما نقوي المؤسسات ستحل الإشكالات تلقائيا عندما نقوي مؤسسة العدالة ستندثر المظالم الاجتماعية وسيتم الحسن فيها عندما نقوي يكون لدينا تعليم جيد فستختفي مسائل المظالم الاجتماعية المتعلقة إلى غير ذلك في سؤال آخر قبل أن نختم هل كنتم تملكون تصورا يوازي ما يطرحه الحزب الحاكم وأنتم معارضة مشاركة هل درستم مخاطر مقترحاته التي تقدم بها منح الرئيس صلاحيات المراسيم الدستورية ومراجعة قوانين الجمعية الوطنية إلى آخره أنا شخصيا نحن هنا أنا أتحدث باسم الحزب بالتالي لست معنيا بالحديث عن أحزاب معارضة مشاركة معارضة مشاركة لدينا وثيقة وثيقة جيدة جدا وقدمت إصلاحات حقيقية ونحن لم نقترح تغيير العالم ولم نقترح هذه مسائل ما رأيكم أنتم لا نحن رأينا قلناه في الورشات هناك نقاط معينة نتقاطع معها خصوصا ما يتعلق بإصلاح المؤسسات مثل إدماج المجلس الإسلامي الأعلى وسيطة الجمهورية ومؤسسة الفتاوي في مؤسسة واحدة ولكن هناك نقاط نعارضها بطبيعة الحال مثل تغيير النشفيد والعالم ومثل إدراج قضية المأموريات التي ليست مدرجة أساسا لأن هذه مواد محصنة وتغييرها إسقاط الدستور بالكامل ولسنا مؤهلين لإسقاط الدستور نحن مجرد قوة اقتراحية المشاركون لا يتجاوزون 600 شخص هم بالمقابل إلى حد ما هربوا من مسؤوليتهم هم مؤهلين لتغيير الدستور المعارضة المقاطعة الأغلبية لا طبيعة الحال ليسوا مؤهلين لتغيير الدستور الدستور لا يمكن تغييره إلا انطلاقا من الرجوع إلى الشعب الموريتاني ولكن خصوصا المواد المحصنة التي تحدث عنها الوزير لا يعرف أنه إسقاطها يعني إسقاط الدستور الوزير يتحدث في مواضيع لا يعرفها للأسف شديد المادة 26-28-99 هذه مواد محصنة إسقاطها يعني إسقاط الدستور بالكامل بالتالي نحن ضد إسقاطها المواد وضد النقاشي أصلا السيد تحمد ولينداري قيادي بحزب التعارف وطني الديمقراطي المعارضة المشارك في الحوار كنت ضيفنا شكرا جزيلا شكرا جزيلا أعلنت أحزاب المعارضة المقاطعة للحوار أنها درست خطوات تندرج ضمن حراك احتجاجي لرد على تصريحات وزير ثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة والتي أعلن فيها أن ما هو مقرر في الدستور بشأن المأموريات جديد على الموريتانيين وأن من حق الشعبين مراجعة الدستور لأنه صاحب السيادة وشددت القوى المعارضة على رفضها لهذه التصريحات التي تستهدف ثوابت وطنية يسعى النظام لنسفها من أجل الإبقاء على شخص واحد في السلطة وهو ما يتناقض مع نص الدستور ومقتضى حصر المأموريات في اثنتين سعيا لتكريس مبدأ التداول على السلطة قال القيادي في حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي دوم العبد والجيد إنه يأسف لعدم جدية الحكومة في الحوار منتقدا بشدة فحوى تصريح الوزير الناطق باسم الحكومة محمد لمينو للشيخ بشأن المواد الدستورية المتعلقة بالمأموريات واعتبر والجيد الذي يشغل أيضا منصب الأمين العام لمؤسسة المعارضة الديمقراطية أن تكرار الناطق باسم الحكومة لرأي حزب الاتحاد من أجل جمهورية المتعلقة بعدم التزام بتحديد المأموريات كما ينص على ذلك الدستور سيؤدي إلى إرباك سير جلسات الحوار دعا وزير الداخلية في الحكومة الموريتانية أحمد العبدالله في كلمة له أمام الاجتماع الرابع لوزراء الدول الإفريقية المكلفين بتسيير الحدود التي بدأت أعمالها أمس الخميس في أديسة بابا إلى عمل إفريقي جاد في مجال تسيير الحدود وأضح الوزير أن ثمة محاور تتطلب تطوير الجهود والتنسيق بين الدول لتفادي المخاطر وتتمثل هذه المحاور في ضرورة التقدم في برنامج ترسيم الحدود بين الدول لتفادي الأزمات ودعم تطوير التعاون الحدودي بين الدول الإفريقية والعمل على تحسين خبرات جميع الفاعلين في مجال تسيير الحدود الأشهر الإقليمية حيث شارك حوالي 16 مليون ناخب مغربي بأصواتهم الجمعة لاختيار 365 نائبا في مجلس النواب من عدد اللوائح المترشحة يصل 700 مترشح يتوزعون على لوائح 30 حزبا سياسيا مشاركا في هذا الاقتراع تغطي ترشحاتها 92 دائرة انتخابية ومن المتوقع أن تتنفع نابس ثلاثة أحزاب على صدارة الفوز وهي حزب العدالة والتنمية للخلفية الإسلامية والذي يقوده رئيس الحكومة الحالية عبدالله الإله بن كيران عبدالله عفوا بن كيران وحزب الأصالة والمعاصرة المقرب من مستشار الملك فؤاد علي الهمة وحزب الاستقلال وهو أقدم هذه الأحزاب قراء فرهانات هذه الأحزاب في التقرير التالي تشهد المملكة المغربية ثاني انتخابات بعد يقرار الدستور الحالي للبلاد الذي تقدم به العاهل المغربي والملك محمد السادس مستهدفا استعاب موجة الربيع العربي التي اجتاحت بلدان المطيقة العربية مطلع العام 2011 دستور نقل بعض صلاحيات الملك العرفية والناصية لصلاحيات رئيس الحكومة في تجربة تحول ديمقراطي أقر أيضا بتنوع المغرب اللغوي والثقافي مما جنب المملكة إعصار الثورات المزمجر في المنطقة خطوات عززها الاعتراف بفوز الإسلاميين وإسناد مسؤولية تسيري لهم تشارك في هذه الانتخابات مجموعة من الأحزاب بتوجهات مختلفة سواء تعلق الأمر بأحزاب كبرى تحضر بتبهيرية نهامة داخل المجلس كما هو الشأن بالنسبة لحزب العدالة والتنمية والاستقلال والأصالة والمعاصرة والأحرار أو أحزاب تشارك لأول مرة في هذه الاستحقاقات كما هو الشأن بالنسبة لفيدرالية اليسار الموحد التي تتكون لذلاذ أحزاب يسارية هي حزب الطاليع الديمقراطي الاشتراكي حزب المؤتمر الوطني الاتحادي والحزب الاشتراكي الموحد تجربة المغرب الجديدة في تعزيز الديمقراطية وتحقيق مستوى من تداول على جزء من السلطة تبقى الآن إحدى أهم التجارب العربية التي حضيت بنجاح سياسي كبير بيد أن نخبة المغرب المتنوعة بتعدد مشاربها الثقافية منازعها الفكرية تعرف أيضا مستوى واسع من صراع وتنافس الساخن بين المكونات الحزبية برز في هذه الانتخابات نجح حزب العدالة وتنمية في رهانات هامة همها قيادة حالف حكومي منوع تجاوز أهم هزاته بعدما أفشل رهان حزب الاستقلال الحليف التقليدي بإفشاله تحالف من خلال انتقاله لموقع المعارضة أما النجاح الثاني فهو تقديم أداء مقبول لا جيد في إدارة تحدي الاقتصادي والاستجابة بنجاح الحالة الاجتماعية من خلال إدخال إصلاحات تواقب تحول السياسية تعزز ثقة المواطن المغربي في العهد الجديد تؤكد مؤشرات عديدة أن الحكومة نجحت جزئيا في كسب مستوى لا بأس به من الثقة الشعبية ورضى المزاج العام عن دائها بينما يذهب محللون للقول أن الحياة الحزبية تعاني ضعف التمثيل ومحدودية التأثير الحزبي في النسيج الاجتماعي بل ذهب البعض إلى تهام الأحزاب بالإفلاسي ومحدودية تأثير المباشر في حياة المواطنين ومما لا شك فيه أن أبرز ما تتنافس عليه الأحزاب هو الثقل التمثيلي في البرلمان الذي يمكن الحزب من تشكيل الحكومة وهو موقع يتأهل له بشكل جدي حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة توجد في المغرب خريطة حزبية غنية من حيث الرؤى الفكرية ذات الأصول المذهبية والأيديولوجية المتنوعة مثل أحزاب المخزة البراغماتية منها إلى أحزاب كالأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال وأحزاب اليسار الاشتراكي وأحزاب التيار الإسلامي نتابع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ندد الاتحاد الأوروبي بقرار الحكومة الإسرائيلية الموافقة على بناء 98 وحدة استطانية جديدة في مستوطنة مقامة على أراضي يملكها مواطنون فلسطينيون بالضفة الغربية المحتلة المزيد في هذا التقرير أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه تجاه موافقة حكومة الاحتلال على بناء 98 وحدة استطانية جديدة في مستوطنة مقامة على أراضي فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة وقال الاتحاد الأوروبي الجمعة في بيان الصحفي إن قرار بناء بؤر استطانية غير قانونية الذي سيتم تنفيذه بأثر رجعي يتناقض مع التصريحات العلنية السابقة لحكومة إسرائيل بأنها لا تنوي إشاء مستوطنات جديدة وأضاف أن قرار مواصلة بناء المستوطنات والتوسع يتناقض مع التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الرباعية لعملية السلام بالشرق الأوسط ويضعف احتمالات التوصل إلى حل الدولتين في إطار عملية السلام ويجعل من إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة أكثر بعدا وفي 23 سبتمبر أيلول المنصر أعلن ممثلوء اللجنة الرباعية عقب اجتماع بمقر الأمم المتحدة بنيويورك معارضتهم القوية للتوسع الاستطاني الصيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة واعتبر الاتحاد الأوروبي في بيانه اليوم قرار إسرائيل بأنه تهديد بمزيد من فصل رامالله وسط الضفة عن نابلس شمالية الضفة وبالتالي مزيد من تقويد التوصل لإقامة دولة الفلسطينية في المستقبل وذكر الاتحاد أن المستوطنات غير شرعية بموجب القانون التولي داعيا الاحتلال إلى التزام بالتوصل إلى اتفاق عن طريق التفاوض مع الفلسطينيين وفي الثاني من أكتوبر 21 الجاري أعلنت حكومة الاحتلال موافقتها على بناء 98 وحدة استطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة وتظهر البيانات الصهجونية الرسمية أن الربع الثاني من عام 2016 شهد أعلى معدلات للبناء الاستطاني في ثلاث سنوات وتوقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في إبريل نيسان 2014 إثر رفض حكومة الاحتلال وقف الاستطان والإفراج عن أسرى قدامة في السجون ورفض التفاوض على أساس قيام دولة فلسطينية عاصمتها ما تسمى القدس الشرقية على حدود 1967 إلى جالب دولة الاحتلال أعلن وزير الثقافة بالوكالة أحمد اللهل داود أنه تم شروع في تأسيس مراكز للتكوين في المجال التراثي والثقافي خصوصا في مجال صناعة التقليدية وذلك من أجل الدفع بعملية تنمية هذا القطاع إلى الأمام تسعى وزارة الثقافة والصناعة التقليدية إلى وضع خطة جديدة تعيد لأتبار للصناعة التقليدية وذلك بتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز والمتمثلة في إعطاء الأولوية للأعمال الفنية وخصوصا الصناعة التقليدية وافتتاح مراكز التكوين الفني والتقني لتعليمها نظرا لدورها الهام والحاسم في المساهمة في خلق التنمية المستديمة ونظرا للدور الذي يمكن أن تتطلع به في خلق وظائف جديدة للشغل الأمر الذي سيجعلها قبلة للشباب ويحقق لها مستوى من الحيوية هي مؤهلة له نهاية النشرة وهذا تذكير بالعنوين تمديد جلسات الحوار الوطني ثلاثة أيام إضافية وقيادات في المعارضة المشاركة تبدي تدمرها من عدم جدية الحوار المعارضة المقاطعة تعلن عزمها التحرك وتشدد على استنكارها لتصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة حول مشروعية تغيير الدستور الانتخابات في المغرب تنافس سياسي واسع على موقع الصدارة بين الأحزاب في ثاني انتخابات تجرى في ظل دستور 2011 ممكنكم مشاهدين الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشراتي وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيس بوك الظاهرة على الشاشة شكرا لحسن المتابعة السلام عليكم اشتركوا في القناة